اشتركوا في القناة استاذ حنكش اليوم شفنا جو جديد بجريد الأخبار متل كأنه صار الانتخابات الرئيسية مطلب أساسي وصولا إلى تلحقوا تهديدات بضربة إسرائيلية في إصرار على أنه تحصل الانتخابات بأي تمن هل عندك هيدا الجو؟ ما بقرأ الأخبار بس راح إلك أنا شو إذا بدك الجو اللي برأينا هو رايحين بالاتجاه نحن بأمس الحاجة اليوم وبعتقد صار فيه أناعة عن كل الأفريقاء بأمس الحاجة لرئيس جمهورية رئيس بإيده قرار السلم والحرب رئيس أعلى للقوى المسلحة ورئيس يقدر يمسل لبنان وصوت لبنان مع المجتمع الدولي خصوصي أنه هلأ فيه فصل جديد من المفاوضات وإعادة رسم هذه المنطقة وفيه أمور كتير عم تحصل ونحن بغيير تام عن هذا الشيء اللي عم بيصير وعندنا رئيس حكومة مش آخد سقته من المجلس الحالي وهو بحد ذاته بقول نحن يعني تطور أكيد موقفه تغير بين ثلاث جميع تغير بلشت بأنه أنا ما قلق بالموضوع ولا في يمون ولا في يشيل ولا حد لوصولا إلى ربط مصير لبنان بمصير وقف إطلاق النار بغزة وهذا موضوع من نحب نناقشه كمان بس الأكيد أنه فيه زخم عم ينعطى من الخميسية يلي بعتقد أنا وخصوصي من بعد الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية تعين موفد رئاسة من قبل إحدى أعظم دول العالم اللي هي فرنسا ويلي هي إذا بدنا نقول حاملة الملف اللبناني ولكن اليوم في عندنا زخم باتجاه ضغط على كل الأفريقاء لانتخاب رئيس وهذا الشي بعتقد نحن كسياديين وكأشخاص وأفريقاء سياسيين ونرفض أي تدخل خارجي بذات الوقت عندك خميسية اليوم ملمين بالملف اللبناني عم يجوا يقول لك نحن ما نفيتين لا بالإسم ولا النملة نحن كل شي عم جرب نعمله نضب باتجاه واحد والخروج بآلية معينة لانتخاب رئيس أنا برأي نحن بهالدعم العام يجي من الخميسية بعتقد هذه فرصة لللبنانيين أنه يستثمروها لانتخاب ولانتاج رئيس والخيار رايح لخيار آخر أو لخيار ثالث تقدر يكون هذا الرئيس على مسافة واحدة من كل اللبنانيين تقدر نخرج من هاي الأزمة اللي نحن فيها ونبلش إصلاحات ونبلش نحكي بالأمور الشائكة بالبلد والأمور الخليفية بهذا البلد نقدر نرتقي لبلد ونروح لمحل شوي صير عنا استقرار لأنه استكمال الترند اللي نحن مشين فيه أو التدهور اللي نحن مشين فيه بيوضي للهلاك ورح يفضل بلد يعني هذا منه بلد أستاذ حسن اللي عم يقوله أستاذ الياس منه أساسا جديد من حيث الأصرار الدولي على إجراء الانتخابات النيابية بوقتها الرئاسية بوقتها هل تغير المعطى يلي كان عم بيعيق إجراء الانتخابات الرئاسية هلا أول شي العنوين العريضة اللي حكي عنا لأستاذ الياس كلا نتمنى ولكن بين أنه نتمنى وبين الواقع بدنا نحكي عملاني لنقول أنه طبعاً بس نحكي عن مجموعة دولية خماسية أو غير خماسية أنا بالمنطق السيادي أيضاً ما بحب حدا يتدخل معنا خالص يعني أنا كان يجي ممن كان الحديث هذا شغلنا هذا عملنا بالداخل اللبناني لو كان عندنا سيادي حقيقية ما بيقبل أنا ولا فيه اتخيل أنه في نائب بدون انتخل رئيس جمهورية ينطر فرنسا أو مين أو أمريكا أو قطر ولكن هذا مش واقع الواقع أنه غير اليوم بشكل عملاني لنحكي التالي اللي مطروح من سنة وثلاثة شهور حتى الآن ما بيوصل لانتخاب رئيس فيه فريق اختار مرشح وهيدا الفريق اللي يسمى السناء الشيعي بشكل أو بآخر بمس المحور اختار هذا الرئيس اللي بده إياه ليوصل اللي هو الوزير السلمان فرنجي وفيه فريق تاني عنوانه أمرين ممانعة وصول سلمان فرنجي لأتبار أنه تم اختياره من هيدا الجهة ومحاولة إيصار رئيس بمثل وجهة النظر الأخرى المناقضة لهيدا المنطقة هلأ وصي هلأ البصر أقل لا مؤخرا الدكتور سبيل جاجة حكي عن رئيس مستفز لحزب الله انت بين حدا عم يبدو رئيس مستفز لحزب الله وبين حدا بدو رئيس يمشي ويحمي حزب الله بعنوان مقاومة انت عم تحكي عن مساحة كتير واسعة رغم انه الرئيس اللي مختارينه حتى يعني يكون بصف حزب الله ومنطق حزب الله ومع موضوع المقاومة عنده علاقة بالسعودية وأمريكا واللي اختارته التقاطع اللي سمي بتقاطع المعارضة بعد اختياره ورحل عند حزب الله يحكي معه صحيح عم نحكي عن المرشح جهاد أزعور الآن العملية اللي صارت مؤخرا وخصوصا بعد التمديد لقائد الجيش والكلام المستبطن كان بالأساس عن ترشيح الخماسية لقائد الجيش هنحكي القصة بصراحة العماد جوزيف عن كان أنا برأيي وحكيتها من زمان كان هو المرشح الحقيقي المستطر لفريق ما يسمى المعارضة إذا بد الآن الأمور بلش تتطور مؤخرا وصل لي هايك معلومي يعني أنه الوزير السابق إسلامي الفرنجي مشي بالتمديد بخلفية أنه لمصلحته تنحصر القصة بينه وبين العماد جوزيف عون فقط يعني سير محصورة بينهن وظروف كل واحد منهم مختلفة تماما بالوصول عن الآخر حدا حبرني أنه هال الخلفية تاعه بيغضى النظر عن الاتصالات والمونات إذا تبقى كالسنائي يجدد له كرميلها النقطة حلق أصد السنائي يجدد له أو ما يجدد له فيه تفاصيل كثيرة بهذا الموضوع الرئيس بري من ضمن السنائي مشي بالموضوع حزب الله بالعالم ما مشي بهذا الموضوع طبعا حزب الله لو بده يرفضها القصة بالكامل كان بيرفضها ليش ما رفضها بالكامل إلى عدة يعني فينا نحكي كثير بها الموضوع ولكن الآن بشكل رسمي فعلي إذا بدك بالواقع المعركة محصورة بين سلامان فرنجي وجوزيف عون إذا جاي اللجنة الخماسية الآن والمعلومات هيك بتقول أنه بخلفيتهم العماد جوزيف عون بخلفيتهم محاولة الالتفاف بشكل أو بآخر بمرحلة ما قبل انحصار غبار المعركة وما قبل التسوي اللي أشار لإلى الأستاذ ليس بعد شوي من شوي بموضوع الحرب اللي بدها تخلص بالنتيجة في محاولة جدية بالداخل اللبناني بالتنسيق مع الخماسية بل كي بنقدر نرتب الأمور كملف بتسوي تقبل والرهان على جزء من الفريق لمرشح السلامية الفرنجية أنه ينضم مثل ما نضم بالتمديد لجوزيف عون هل سننجح؟ هلأ أنا بعتقد أنه الشغل كله سوا ما حيوصل لنتيجة وهني بلشوا يسربوا الخماسية أنه عملوا استشاري واستطلاعي وليس جايين يفرضوا أو كذا إلى آخر من هون أنا برأي نحن بطبخة بحس والواقع الحقيقي لحتى ما نحكي بالتمانية مثل بلشت حديثي الواقع الحقيقي أنه نحن لا يمكن أن يحصل عندنا شيء وبحالة مراوحة باقي لما بعد ما سوف يحصل بنتيجة الحرب بغزة أستاذ اليس جول أستاذ حسن واضح أنه برأيه لم يتغير شيء من المؤوقات هل كقوى أنتم معارضة للحكومة وحتى للحكم السابق هل يعني ذلك أنكم ستعودون إلى المراوحة اللي كنتم فيها ولا لديكم من التأكيدات ما يختلف عن المرات السابقة ولا مرة كنا بمراوحة نحن إذا بالملف الرئاسي كنا الوحيدين على مدى 11 جلسة كان عندنا مرشح والفريق الآخر هو فريق كان عم يطير نصاب من الجلسة التانية وكان عم ينتخب ورقه أيضا يعني بجلسة وحدة وحيدة كان عنده مرشح هلأ برات المجلس شو كان عم بيصير بالأرويق أو هيك موضوع تاني بس نحن اليوم هي عملية انتخابية ولاست عملية بصم أو توفق أو هي عملية انتخابية رح يكون في مرشح بوجه مرشح بجأ فرد جلسة في 77 ناية برفض خيار أو مرشح حزب الله وفي بيانت نتيجة جبنا 60 صوت جبوا 53 ومع هذا وكله اعتبروها الفريق الآخر أنه هي انتصار لهم هيا بد بس بيء خير بس بيء خير بس بيء خمسين بواحدة وخمسين ايه في في صوت كان راح راح ضايع بلا ما نقول كيف يعني بقى بمدين عد ليسار ايه خلص وحطوا وقتا للوزير السابق باعتقد زياد بارود باعتقد هيك ولا أرى الرئيس بره نخي هذا لأستاذ زياد بارود بجميع الأحوال يلي يمكن كمان بيستهل أكتر وكتير بجميع الأحوال نحن بمحال باعتقد الفريق المعارض مكمل بنفس الضغط بنفس الوطيرة بذكرك أن نحن برمنا خمس عواصن لندفع كل المجتمع الدول اللي يفهم أنه لبنين وصل إلى حد الانهيار التام هذه الدولة الفاشلة اللي نحن عم نعيشها عمليا رح نظلنا ساقطين إذا ما منقدر نرتقي لمستوى أنه تنتظم الحياة السياسية بلبنين وبداية من انتخاب رئيس جمهوري اليوم فيه مفتاح مع الرئيس بري هو بقرر رئيساء متى يعمل جلساء اي متى لا بحسب ما برأيه يكون فيه توافق بالوقت هذه معركة انتخابية ولاست أي شيء آخر على كل واحد برئيس يلي هو المجلس ما لازم يعمل أي شيء إلا أنه ينتخب رئيس لا تشريع ولا تمديد ولا تمديد تسريح ولا شيء نروح انتخاب رئيس ونخلي الجلسات مفتوحة لحين انتخاب رئيس وهذا المطلوب اليوم وبكرة في انتخاب في اجتماع بين السفراء الخمسة مع الرئيس بري تقدروا كمان يقدروا يحطوا جاولة للخروج بقلية ولسوق الحظ هذا البلد بعده مشرع أبويبه لكل التدخلات وبرجع بقول الأساس بهذه الخمسية أنه لا يوجد تدخل مباشر ولكن هناك إحاطة للخروج من هذه الأزمة التي نحن فيها أكثر من هذا الفريق المعادرد الذي كان ثابت بما وقفه على فترة 12 جلسة مكمل بهذه الوثيرة سنرزع من قبل فريق لا أعرف إذا سيكون مرشح هذا السؤال أستاذ حسن سيد حسن هل السناء الشيعي لا يزال مثل انتخابات المرة الماضية فرنجية أو لا أحد معطياتي أنه أكتر من قبل أكتر أكتر من قبل والظروف المحيطة عم تساعد على هذا الموقف أكتر شو هي الظروف المحيطة يعني المفهوم أنه الرهان على تطورات اللي عم تحصل بالمنطقة من البعض عم يكون في مرات مخيب للأمال وفي مرات يعني بمطرح مفاجئ اليوم يعني على بعد شوية منحكي عن اللي عم يسير بالحرب لغزة ولكن آخر الشي صار من الواضح وحتى صاروا مقتنعين كله وتحديداً الأمر كان بأنه الإسرائيل ما حد فيها تنجز شيء بالحرب هل هذا يعني على اللبنانيين أن يقبلوا بخيار الذي يريده حزب الله وأمل لا نحن أنت رح تدغري على هذه النقطة أنا برأي أنه اللي ما بيكون عم يعرف كيف تدار الأمور والتوازنات فيما يتعلق بتأثير اللي عم يحصل نكون عم نحكي يعني شعر لأنه آخر شيء نتمنى شيء ولكن الواقع أمر آخر أكيد أنا بعرف أنه هذا الأمر بدي يؤثر ولي حيأثر أكيد على كل شيء بالمنطقة بدي يؤثر على الجو اللبناني بالمنطقة والتسوي القادمي حكماً بدي يصير فيه تسوي حكماً هيد التسوي نحن عملنا كلبنانيين بشكل أساسي يجب أن يكون منصب على أن تكون لمصلحة لبنان مصلحة لبنان كيف منرجع نحط لبنان على منصة النمو والتطور بعد من ضرب العمودين الأساسيين اللي بيحملوا لبنان اللي هني القطاع المصري فيه ومرفق بيروت اللي هني بالأساس عمل لبنان بهود العمودين وهود اتنين تم تدميرهم بشكل عمدي بشكل عمدي وإعادة الدور للبنان الحقيقي فيما يتعلق بدوره الشرق والغرب والوصل بينتهم وحوار الحضارات وهذا الجانب الاقتصادي والثقافي إذا ما اشتغلنا على هالموضوع استيس حسن بس لحظة لأنه هيدا السؤال يعني خلنا نتمنى نروح بموضوع تاني هل على اللبنانيين أن يفهموا إما سليمان فرنجية أو لا أحد ناشي في حدا عم يجرب يفهم الناس أنه يا ما بيكون في سليمان فرنجية أما ما في رئيس ناشي أنت رأيك أنا بعتقد أنا بعتقد أن الأمور بالتسوية تتغير وأنا المتيقنين أنه محصورة القصة بين الوزير إسلامية فرنجية وبين العماج وزيف عون متيقنين أنا برأي هني مخطئين والنتيجة سوف تذهب إلى اسم سليس وسهلأ قلت من شواء أنه متمسك فيه أكتر من قبل ما في مشكلة ما هيدا واحد مشد قبل مايركلي لا ما هيدا هيدا من طبيعة التفاوض أنه يكون هايك أنا عم بحكي هلأ الآن تحليل في ما يتعلم عم بحكي تحليل التمسك معطيات التمسك فيه معطيات ولكن أنا مقال الأمور رايحة على مطرح آخر شي لبنان ما بيمشي بالغلبي يعني هيدا قصة نحنا يعني اللي بيفكر بغير طريقة يعني أنا ما كنت حيبب له إياها لدكتور جعجع يقول له هيدا اليوم بدنا واحد مستفز هيدا حكي ما بيوسط يعني أنت بتعرف أنه ما حيمكن يجي واحد هيك مثل ما كمان ما ممكن يجي واحد مفروض فرض على فريق الآخر لذلك بمطرح معين في مسيحة مشتركة اللي بيفهم لبنان وطبيعة لبنان وبيفهم كيف تتعايش الناس مع بعضها في لبنان بدوا يعرف أنه هذا الموضوع هو النتيجة الحكمية بدوا يتنازل هذا الفريق بدوا يتنازل هذا الفريق لنوصل لمنطقة وسط هلأ بالوقت الحالي بالوقت الحالي كل الكلام بهذا الموضوع لن ينتج رئيس هلا بتخذ مني بأنه بكرة حدا يطلع بموقف يقول والله الخماسية وصلت بالحديث مع مطرح الفلاني وحنعمل هيدا الحكي العامين قال اليوم عن الوزير السابق وليد جونبلاط اللي كل العالم ضج فيه بأنه هو يبلش يعطي المؤشر فيما يتعلق بانتخاب إسلامية فرنجية وبلش كذا أنا بعتقد وطبع وليد جونبلاط بالعكس ما حدا بيقول والله وبرادارات وانطنيت وكذلك هو محلل سياسي زكي جدا وعنده خبير واخر الشي هو صديق المقرب جدا من رئيس برري اللي من أول نهار صار فيه رهان على أنه رئيس برري لحي يجيبه لميلته من البداية فعليا الأحداث هي اللي بتخلي حدا بالسياسي مخضرهم يغير موقفه وبيلحظة للحظة خليس أستاذة حنكاش يعني مثل ما كنا سألناهم أنه الفراغ أو سليمان فرنجية أنتو كمان بالنسبة للكون نعم الفراغ ومش فرنجية لو شو ما كان أول شيء يعني بيّن بصناق الشيعي بموضوع وقتا كان مرشح هلاماد ميشيل عون لم يقبل بعد سنتين ونص وفرض ميشيل عون هل مستعدين لا أفتح الجروحات هلأ تنقل أنا السؤال بالديابي بكل بساطة هل لو سنتين ونص خليني أقول لك ليش معلها لأن صارت ولازم نرجع نقول أول شيء بحيّة الواقعية اللي عم بيحكي فيها والهدى لأنه بمحل من المحلات ما في شيء اسمه بقى لأن جربوا أنه قصة يا الرئيس عون يا الفراغ آخر شيء كان بدك يعني ما فرد فرد من الهواء كان فيه عوامل خليت سقور 14 أدار يرجعوا يمشوا بالتسوية اللي مشيت ولهيك إجاب الأصوات اللي موجودين جوا طبعا بغض النظر عن أحاقية تمثيل تمثيل كبير بس عمليا سنتين ونص قالوا الحزب قال الله هيدا هو بس المعطيات اللي عم يحكي عنها كان مختلف جيد بس حالين بالنتيجة بالنتيجة لك 14 أدار أو يعني الرئيس الحريري دكتور جعجع ووليد بيك كانوا كانوا صامدين على فترة سنتين ونص ما تغير تمثيله للرئيس عون الرئيس عون أول شيء عنده تمثيل كتير كبير بالشرع المسيحي يتمتع بشرعية معينة معينة يكون مؤهل أن يكون رئيس بغض النظر عن خلافنا معه وأنا بتقلي بهذه المعركة أنا فخور أنه حزبي ما صوت للرئيس عون ولا فات بالتسوية وبعتقد يلي فاتوا بالتسوية رجعوا ندمع على الخيار اللي عملون على القليلة أنا صادق مع حالي ووقت اللي بخاصم بخاصم بشرف ووقت اللي بتحالف بحط إيدي بحدا صارت هذه التسوية اللي عم جرب آرنو أنه بين السنتين ونص يا الرئيس عون يا محدا ما بقى بتنعاد اليوم لأنه عندك بوجه الفريق المرشح أو داعم تدرسوا يعني أنتو تداعيات لاستمرار الفراغ أول شي مش نحنا عملين الفراغ هو الفريق الآخر يلي عم بطير النصاب يعني اليوم إذا أجه هذا أرجع أرجع بس لأنه السيزي عقوب أقال شغلة مهمة اليوم عارفين نحنا مرح مرشح لهيك فريق المعارضة كان عنده مرشح على فترة 11 جلسة يلي هو زميل ميشيل مهوات وقت لقينا أنه لا في تقاطع ما على مرشح آخر بيقدر يجذب أصوات أو دعم أكتر من كتل أخرى بما فيهم كتلة التيار الوطن الحر بما تمثله رحنا على هذا الخيار وكانت هذه الرسالة لأنه آخر تنهار الوزير أزعور منه من فريقنا السياسي منه شخص نحنا نتمرسين معه وشغلين معه مثل الحالة بمشيل معوض يلي بيحمل إذا بدك مبادئ وقضية المعارضة ويمثل خير تمثيل وإذا بده يقول مية بالمية اليوم رحنا على خيار باتجاه الواسط خلينا نقول بشخص بيتمتع بالكفاءة وما يتمتع من هلأ من مسؤولية على الصعيد الدولي أو الأممي بموضوع آياماف صندوق النقد الدولي وبالتالي لنا هذا التقاطع ممكن يبنى هذا شيء تكتيكي هذا شيء تكتيكي لا لا مش عارفني نحنا عم نروح على تكتيك هو أنه نقدر نوصل لمرشح يقدر يتلقى ما نحنا التقانى مع خاصة خاصة بالسياسة التيار الوطن الحر يعني أنتم كنتوا بجاو أنه ينزل استجهاد أزعور ينسق مع حزب الله مثلا بغد النص يعمل شغله وإخر شيء حركتوك بس حسن ما رفعوا يدون لا لا تبين ما أنت الفكرة تأكيدا على ما تتفضل به هو أنه نزل الزلم ما سألهم ولا رجع سألهم بعد منه من فريق أنا ما بعرف لم يسألهم أو لا أنا ما بعرف كيف راح من دون ما يسألون أو سألهم ما بعرف والنتيجة والنتيجة وحدة أنه هذا اللي تقاطعوا علي بعنوان معين كانت حركتوا بهذا الشكل على المستوى السياسي بس خليني بس شو النقطة أنا تفهم حذرتك لأنا تقول أنه رح يجي حدا يقدر يتواصل مع الكثة أنه آخر شيء آخر شيء يجب يتواصل أنا أصلا لا أعرف إذا مضبوط لأن لا تم النافي ولا تم التأكيد بس المهم بالموضوع أنه فعليا هذا اللي عم نقوله أنه ما بيقدر حدا يجي ضد فريق الثاني بالعلني يقول أنه أنا ما بحكمه هذا الحاكم ما بدي أحكي كيف لكان مائز جمهورية هيدا بدي يتواصل مع الكلمة بدي يستوعب الكل ولذلك يقعد الكل على الطاولة لا نقدر نحكي باستراتيجية في أي وغيرها مواصفاته تواصله البروخراون تبعه البروفايل تبعه إلى آخره كله بدي يكون يقدر يكون عنده مروحة اتصالات واسعة لأنه آخر شي هو واحدة من المواصفات وأنه حكم مفروض يكون لأنه بيقسم على الدستور هلأ نحنا كله هذا شو بيهم نحنا بيهمنا أمر أساسي هو في كلمة سحرية بيقوله هذا الرئيس البديوجي بدي يريح الأطراف صح مجرد مرتحت له هذا الزلمة قادر يستوعب الكل يعني الرئيس سليمان كان آخر شي عمل وقته ورقة بعبدة بآخر عهده قدر جمع كل الأطراف اتفضل كمي أنا بتنسك لإلي إذا بدك ردا على هالقصة بكلمة وحدة أنا بدي وحدة يريح الشعب ويزعج الأطراف يزعج كل الأطراف يريح الشعب أنا بدي واحد يجي بس شغلته الشعب وكل الأطراف السياسية يكون مزعوجة ما بدك يحمي دهر المؤامل لا موضوع المؤامل الموضوع الخط العريض الاستراتيجي بقصة المؤامل صدقني الأكيد يبدو المقاومة مهم ما بيحميل لها دهر أو لا القصة أبعد بكثير اليوم عم تحكي عن حدا بيحمل بإيده مفتاح الحرب العالمية الثالثة شو عم تحكي ليش بتمسك بسلامية فرنجان بس هني حكي لا حصورها بس اي مظبوط بالسياسية بس عم بحكي أنا قرشها الرشا اخر شي مش هني بيحملوا مفتاح الحرب العالمية الثالثة إيران بس عاكل حال يا خي ماشي بس هلا أنا بالنسبة لإلي بعتبر أنه والعالم تعرف سيد حسن نصر الله حمل مع مفتاح الحرب العالمية الثالثة بيقدر هذا التنية وقت البدو هيدا الموضوع بتقلي بيجي عن طريق إيران أو غير إيران هيدا بيصير بدون نقاش الموضوع اللي بيهمني أنه طالما نحنا عم نحكي بأنه الظروف الموضوعية اللي نحنا فيها الآن لن تصل برئيس بهذه المرحلة وتخلص هالفراغ اللي عم يسير والإهتراء اللي عم يحصل والمواقع اللي عم تتعين بالنيابة هون وهون 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 والمشكلة اللي عم تسير ببعض المطارح ميساقية وطائفية ببعض المراكس واللي نحنا كرمالنا لقدام عم يسير فعلا مشكلة أكبر بهذا الموضوع خلينا نروح على شيء تاني يعني أنا بوجه هذا الكلام لكتلة الكتاب وأنا يعني في معزي خاصة يعني فيما يتعلق بيعني كل هالبيت وضحها واشتغل والآخرين من زمان عأيام الوالد وبالحرب وكذل يعني الرئيس أمان الجمال اللي بيعرف أمور كتير يعني حتى على مستوى الشخصي شو كان يسير وكريم بقردوني شاهد على كل هالأمور اللي بدي أقوله إنه الآن يا أخي في ملفات العالم ما عد فيها تتحملها ما عد فيها تتحملها وعمل النيابي وعمل السياسي إذا بينصب عليها بيخاف في شوائي من المشكلة وبالتالي فيصير في عمل مجده لأنه هلأ إذا لا نحكي من هلأ مئة سنة المجلس مسكر وما في جلسات وهو دي كذا وأنا مرشعي والله هذا الموضوع ما حيوصلني اليوم يعني مثلا الشيخ سامي رفع مرة موضوع الرشاوة بقصة البوائخر الكهرب وين صار هذا الملف موضوع خلينا 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 اليوم أنت ببلد ببلد بدك تفهم أنه حرب تموز لألفين وستة كلها 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 في تلبنين ستمائة مليون دولار كل الدمار اللي صار عم نحكي الإيمي الاقتصادية والمالية طبعا لا يقدر عم نحكي بالمال ستمائة مليون دولار طب يا أخي هلأ بهذه الفترة بوجود الشباب والحضور اللي حاصل من خلال وسيلة رياض سلامي طرح مئة وثمانين مليار دولار يخي صوم المئة وثمانين مليار دولار على ستمائة مليون بيطلع ثلاثمية حبيبي الشعب اللبناني اتعرض لثلاثمائة حرب إسرائيلية قدل 2006 طيب يا خي معقول ممنوع حدا يندقر بها المئة وثمانين مليار ما فيه ولا واحد فاتح الحبس ولا واحد ما بدك سلطة ما في سلطة أنا لأ أنا مش بالنيابي أنا بسأله حضرته بالنيابي أنا ما بقدر اقبل ولا بشكل من الأشكال هيدا المشهد اللي شفتوا هيدا كلهم بموضوع رياض سلامي اللي هو مطلوب من عدالة أكتر من مضرح لمسؤول بالشخص طبعا مش هو مسؤول معروف القصة طبعا ومعروف كيف محمي وليش محمي وكيف انمنع شايلته ومعروف وانا خبرت الخبرية وقت قصت هليكوب ترى أسرب عبد أنا الوحيد اللي حكيت فيها فبالتالي معروف القصة اليوم بيجوز الشعب اللبناني مخلينه لا دواء وغلاء وموازنة مثل هيدا اللي صارت هيدا اخر شيء ومن انظرنا نحكي كانوا ميجي هيدا الرئيس ومش هيجي لهيدا ولهيدا هلأ يعني هلأ لا في مسؤولية مين أستاذ حسن بس بكلمتين خلاص مغنوب عامرون يا خي مين بده ياخد الخيار بانتجاه الدفع الدفع للتصميم اليوم أنا ما بشك ولا لحظة بوطنية وسيادية الأستاذ الياس ولكن هو عم يسرد عم يقول نحنا زرنا لا قالك أول ما بدأ أنه هو ضد التدخل لا أصدي أصدي عم قال زرنا وسفرنا على عواصم كتير عم نحكي معهم نتيجة الواقع هل تتفضل فيه واقعيا لا بتحكي واقعيا طار يروح بده يشوف هيدا الدولة وهيدا الدولة يأنعهم الاخي عم تتدخلوا معناه يمكن تدخلوا بهذه الطريقة مش بهذه الطريقة أو مش تازل تتدخلوا بغض النظر بس يا أخي آخر شي نحنا الواقع الحقيقي طبعا فاتحين بوابنا على الآخر لا أي تدخل ممكن هلأ بيجي بيقولولي بالسر أبو فهد قطري وبروح وما بدون صور وإذاكي بيجي وهلأ ناطرين لدريون ما في شي ما في شي ما حيصير عنا شي هلأ رح لعجابة أستاذ اليسم باريح البرلمان قطع موازنة يعني فزعونا أنه رح يكون في شيطان معين جبنا شيطان أصغر وعمليا هو يؤدي إلى إعادة إعطاء أكسجين للطبقة السياسية ذاتة اللي كانت عم توصلنا نطرح موصلنا ما كان بالإمكان أفضل لا أنا برأي طالما تركيبة بعدها ماشي هاي هوا الموازنة نحنا كل الموازنة اللي طلعوا صواتنا ضدهم وطعننا فيهم وهذه صواتنا ضدنا ضدها وهلأ رح نشوف إذا سيتم الطعن فيها أو لا بس بجميع الأحوال في الهوية الاقتصادية تبع هذا البلد اللي عم تتحدد شوي وشوي بس كل الموازنات كنتوا ضدها كلهم كلهم بلا ولا أي تعتقد حزب الكتاب ولا مرة صوتوا بهاي لا لا نحنا هذا موضوع كافة سلسلة رتاب ورواكت سلسلة رتاب ورواكت من ورها أبدا 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 الرئيس سنيورة الوحيد ما صوت وكم نائب لا لماذا حكمة فؤاد سنيورة عمت موازنة ما عمت موازنة كان بعنا على 22 2005 عمل وحدي بس أخر وحدي كان كانت استشهد الشيخ بير عكل حال أنا بس تألك بس هو هاي الموازنية طبعا 2005 هي الوحيدة اللي عملت بس أبدا السؤال هلا مش هيدا أبدا 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 نحن عملنا معركتنا سلسلة سلسلة غير ضرائب المفروض تعاليا أنتو تعانتوا بالضرائب بالضرائب حق للموظفين و للناس وبالتالي هذا كان ضمن الطعن اللي نحن رحنا فيه عالآخر بموضوع تمويل السلسلة كان كارسي بال2017 عام ضرائب بجميع الأحوال هذا اللي خلي نحن نتموضع بالمعارضة وكان رئيس تمام سلام وقت وصف وزراء حزب الكتائب ووزراء المعارضة داخل الحكومة لأنه كان فيه شيء فاضح بهذا الموضوع واليوم كاملين نحن بهذا الممارس اليوم شو عم نعمل خلينا نرجع فشخ لورا نسيل الموازنة هف TERRIBE هدا بشك إنه فيه تهريب اليوم هدا 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 بينكر أنه في ناس ما بتصرح للدولة مدخيلة ثلاثة حدا بينكر أنه في ناس ما بتصرح المعيشات لموظفينا أربعة في حدا بينكر أنه الناس في ناس ما بتدفع تبقى للدولة أربعة أملاك مبلية خمسة سمي اللي عم بيهرب ويتهرب بعده وزاته لأنه ما بيدفع درايب مقبيلة هيدا بيسموه الصحنة الضريبة من زيدة عم نرجع نحمل الناس أعباء أخرى بتعريب شغلي أنا بقعد مع مع الشركات ومع يقعد معهم دوريا وتنفهم لأنه آخر تنهار القطاع الخاص هو موقف هذا البلد على إجرين لنا إيهم إننا لأ انعجبهم أو ما عجبهم وشفت شو نحكى بالجلسة آخر تنهار هول الناس بيشغلوا الشركات والمصانع بيشغلوا أليف الناس وعلينا حمايتهم وتحفيزهم أنه يضلوا بلبنان لجاء هلأ في كتير شركات خرجت من لبنان لأنه لا بقى سوق لبنان ولا بقى قادر يأمن لا كهرباء ولا بنزين ولا وعم بزيد عليهم درايب تب من روح نحن من قصصه للزلم الملتزم تحت سقف القانون وتحت سقف الدولة منزيد عليه درايب ورح يصير مثل جزي عم بيدفع جزي من قبيل أشخاص آخرين محميين منعرف كثير منيح كيف يهربوا وكيف يفوتوا وكيف يطلعوا وما في زلم يقول لك وينك هلأ الأستاذ حسن حكي عن المحاسبة عن رياض سليمي رياض سليمي كمان أنا بدي أرجع أقول لي الشرف أنه ولا مرة نحن كنا بحكومة وصوتنا على تمديده بالوقت يلي الرئيس عون فوتها من خارج جدوى الأعمال وتصوت وتمدد لأله على كل حال من مال تاني أنا بدي أسأل سؤال تاني أبداً أبداً ما كنا لا أبداً ما كنا كان وقت الحكومة الرئيس مئاتي اللي صار بإنفجار المرفأ هيدا واحد بيستوعب أنه بتصير ببلد طبيعي بالألفان واربع وشرين أكبر جريمة آخر مئة سنة أكبر جريمة أو استلشاء أو البدك يقوله تفجير أو انفجار البدنا يقوله بيصير بأهالي الضحايا الشهداء مثل ما هلأ عم بيصير قليل بيار جميل اليوم المحامي بيار جميل بيكون مطلوب مطلوب من القضاء بالوقت يلي بيعرفوا كتير منيح أنه في ناس مطلوبين بشخطة ألم ظهروا كل الموقفين وفي منهم أبرياء ما عم نقول لا بس قاضي نكيب يقاضي بشخطة ألم بيظهرون اليوم بالنهاية عنا ملف أكبر جريمة صارت بتاريخنا الحديث ما في زلم تحت التحقيق وأكتر من هيك كان في ناس مطلوبين بمذكرات توقيف نشالوا عنهم كمان بشخطة ألم وبيار جميل مطلوب على القضاء هذا قضاء هذا قضاء اليوم بلبنان عارفين كتير منيح بيقصة رياد سلامي معقول أنه بيروح تيجيبه للأستاذ رياد سلامي بيروح بنفسه أوليه بالبيت وهو عم يعمل انترفيو على قناة زميلة لألكم بذات الوقت وبيقولوا مداهمة مدره وين راحوا داهمه الموضوع مسرحي كبيري الإصلاح بهذا البلد بيبلش بالقضاء وبينتهي بالقضاء إذا القضاء ما عمل ثورة على حاله ورجع عطى السئة للناس أنه هو بيقدر مثل سليم جاهل قادي سليم الجاهل يلي بي يعني في قصص وأساطير صارت لا قضاء نزهاء بيقدروا يشتغلوا بنزاهة وبحصانة كبيرة عن السياسيين أستاذ الياس وصلنا لمحل نحن نسيقين بقاضي أنت اليوم وقت اللي بتتقبل أنه يضل فيه فراغ رئاسة كل الأجلسة الدولية مين يقبل يضل فيه فراغ رئاسة برجع أبعد لك فريق المعارضة لماذا بتبحثوا بتسوي ما بحوار ما نشوفوا بدكن يا جماعة مقبيل ليش ما بين عمل عمليات حوارية لماذا بدأ ننطر مفادين من بره لماذا بدأ ننطر مفادين فيه الدستور واضح يتفضل الرئيس بري يفتح الجلسة يخي يفتح الجلسة الرئيس بري ينزلوا النواب يدلوا أنا بأول جلسة إلتا وبآخر جلسة إلتا يسكروا البواب سألتوا للرئيس بري في قفولي للبواب سكروا قفلوا لبواب خلنا نظلنا موجودين لحين انتخاب رئيس شو هالبدعة انه الواحد وبيقلك حق دستوري تعطيل تعطيل النصات حق دستوري هاي دي صار تعطيل ممنهج جاء من الرئيس بري وطبعا يدعم حزب الله إلى العقد جلسات بالأول كان متكي لأنه لما كان التيار الوطني الحر مش مع التقاطع بين مزدوجين على جهاز أزاور كان يعمل لهم جلسات من بعد هذا التقاطع قرر الرئيس بري اللا يدعو إلى جلسات هلا أول شي أنا حابة بس علق على شغلتين مهمين بس حكي آخر شي عن القضاء هو هذا الموضوع كله أنا في مرة نقاش بيني وبين رئيس فؤاد السنيورة وعم يحكي عن النمو والاقتصاد وكذا قلت له أنت عم تحكي عن جاد بدك تجيب ناس ومستثمرين وتعمل نمو وقال لي طبعا طوله عن جادة تحكي قل ليه طوله خيطة يزعب تحكي أنا حدلك على شغلي بتعملها تتخلط بالتاريخ وأنا بأيدك وكتار مثلي حيقيدوك ولأنه نحنا مش مقايدين قلت له دخلك شو هي قلت له دخلك أنت ثقافي طابعك أنجلوسكسون فأنت بتعرف أنه ببريطانيا في اثنين ما بيخدم عشاك القاضي والجمركشي عندهم أوبن كرديد كارت أوبن وطبعا بيجي بخلفية معينة تلو عنا خمسمائة واحد اسم القضاء خمسمائة خمسمائة وخمسين قاضي وقاضي ماشي شو بيكلفونا أنه نعملوا استقلالية مالية واستقلالية سياسية وهيضا القاضي يعرف أنه والله بس حسن يعقوبي تلفلوا بدي الشغل الفنية ما تفرق معه ما يرد على تليفون وما يخاف من المنقليات ومن التشكيلات وأنه ما حدا بيقدر يرشيل لأنه مش بيحاشي شو بيكلفونهو بدك تحكي تعمل اقتصاد بدك تعمل نمو خلان زبط بس هل خمسمائة شخص رتب لهم أمورهم والباقي كله بيشي الحكي عن عن الأضايا وعن المؤسسات ما خلص ما صار القصة مستحلكة معروف الخلل وين والموضوع بمطرح معين ما عاد يتحمل أي حدا بعقله كل هذه الترهات والمسرحية المستمرة ما عاد نعمقول 180 مليار دولار قد 300 حرب إسرائيلية علينا ما في ولا واحد بالحبس بهالموضوع لأن هذه الطابقة السياسي وهذه المجموعة عندها استعصاء على الإصلاح خلتوا عفوا فاصل خليني ما يلا 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 تكلا من بعد ونتابع هذه الجلسة بنا روح لأني على موضوع غزة عن الانسحاب حزب الله الموضوع الموضوع الملف الداخلي لبنان لو سمحت في إذا في شيء في الطبيعة نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفينا الأستاذ اليس حنكش والأستاذ أستاذ اليس كان لافت بهذه المرحلة من التصعيد أنه صارت الأمور بشكل ما معروف إذا كان فعلا يقصد الأطراف ما يقولونه حزب الله يقول أنه لا يريد التصعيد أكتر وإنما يرفض وقف القتال قبل أن تتوقف الأعمال الحربية في غزة وإسرائيل تقول إذا ما وقف أنا بدي أضربه في حين الطرفين عندهم المبررات للتصعيد والطرفين معهم يروحوا على التهدئة برأيي أول شيء يعني ناخدها من الموقع من المنطلق الإنساني ما بعتقد شهدنا مجزرة إنسانية مثل عم نشوفها اليوم في غزة يعني عم نحكي اليوم صاروا 27 ألف قتيل من وراء هذه الحرب في غزة شهداء دانيين ضحايا بغض نظر عن المصطلح بس عم نقول يعني مش معقول نشوف هيك شيء والعالم كله ساكت وصراحة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان كله إيه بباطنوا يا دي عم يتفرجوا على شيء في تحولات كمان مننا قليلة بالرأي العام الدولي أكيد أكيد بس أكيد مش مش الناس بلا تدفع يعني اليوم أبناء غزة عم تدفع مثلها مثل العواصم الأخرى يلي مسيطرة عليها أذرعية إيران إن كان بالعراق إن كان باليمن إن كان بسوريا في حروبات نحن عم ندفع أو الناس أو الشعب يدفع حقه بغض النظر إذا هو راضي أو لا وبعرف موضوع موضوع الغزويين وبعتقد هذا شعب بدي يقرر مصيره بدي يستعيد أرضه وعم بيستبسله ولكن هول عزة قاعدين بمحل من المحلات عم يكلوا أصف كل يوم لا بميزه لا لا مستشفى ولا ولا مدرسة ولا ماشي مثل ما كان يتقتل ماشي من منطلق الإنساني ما في الواحد يقف عقيد عم يتفرر كل الدعم السياسي الدبلوماسي المدني المظاهرات كله مقبول من قبل هذا المشهد اللي عم نشوفه ولكن بتقلي بذات الوقت ربط هذا الشي أو يقرر عنه حسب الله أو غير ميليشيا أو كل أربع خمسة تجمع وربه دقونه وقالوا بني يحروا من لبنان ويجروا لبنان كله وشعب لبناني كله على حرب بمحل تاني لا هذا وببلد تبعي مش قادر يدول لنبا مش إنه عم نحكي ببلد عنده مقومات صمود نرفض رفضاً تاماً إنه ينجر لبنان ويقرر حزب الله يلي بيتلقى أوامره من إيران بحسب الأجندة الإيرانية اللي عم تفوض اليوم على المستوى العالمي ما بقى فينا نحكي أكيد اليوم في شباب وخصوصي عم بيحكي عن غزة آخر تنهار ما بيقدروا يعملوا إلا يلي عم يعملوا بيكملوا يلي عم يعملوا بصمودهم وبمقوامتهم بس تجي تقلي لي ما فيه اليوم ولا بلد عربي كل البلدان قاعدين عم تهتم بشعوبة وعم تجرب تهدي مع كل الدعم اللي عم يجربوا يقدموه إن كان منساعدات إن كان مواقف إن كان شو ما كان يلي صراحة ما أنتجي تشي بس تجي اليوم بتقلي والله بيقرر إن كان أمين عام حزب أو حدا تاني يقرر هو يقحمنا بحرب أو لا ونبجح ونقول إنه والله هو بيقرر عن لا هو ما بيقرر عن حدا في دولة لبنانية اليوم مغيبة هي اللي بتقرر عننا ولهيك الحاجة لرئيس جمهورية اليوم أكتر من أي وقت مضى إنه يكون في رئيس جمهورية يرتاحه لقاله اللبنانيين وهو يمثل اللبنانيين ربما هذا المطلوب من عدم وجود رئيس جمهورية اللي يكون هناك لضابط لهذه المسألة يعني يعني بغض النظر عن أنا ما بوافق على هيدا الطريقة والتوصيف اللي يتفضل فيه للأستاذيدياس لا إلا كليش أولا معروف إنه هيدا أكتر حرب وحشية ربما يمكن تتسجل بالتاريخ يمكن حتى أكتر مدينين جراد بالحرب العالمية التاني ما صار اللي صار على 360 كيلومتر هذا الكم الهائل جدا من الوحشية والإجرام والمجازر والتفجير طبعا الانكشاف الواضح لصورة إسرائيل الحقيقية أمام العالم صار يعني هذا ما كان ما فيه في أن نوصله إلا بهذا اللي حصد المظاهرات اليوم تعم كل العالم ضد إسرائيل كل العالم وحتى في الداخل الإسرائيل ضد إسرائيل يعني هذا مشهد بدك تتأمل فيه منيح وبدك تعرف أنه المعركة صارت كمان مش بس معركة داخلية إسرائيلية صارت معركة انتخابية أمريكية أيضا على أطفال غزة وعلى الدماء اللي عم يسير بالنسبة لإلنا لحتى ما نروح كثير بهذا الموضوع من إحنا بنسبة لإلنا أول شي بنحط ناين سيناريوات سيناريو الأول إذا قدر نتنياهو والفريق تابعه يحقق الأهداف اللي أعلنوا عنها من اليوم الأول بعد سبع أكتور نعم بس مش هدث اللي طرحه الأستاذي ليس عفونا عفونا وقال الناس عم يتساءلوا هو السؤال أنه كيف مين بياخد قرار أنه نحنا لازم نقدمه أنا بعرفك صبور شوي وعند يوصل لهاي بالطريقة المنهجية الصحيحة اليوم لم يستطع نتنياهو أن يحقق أي شيء بعد مئة وخمسة عشر يوم من الحارب ومن الواضح أنه صار في قناعة داخلية بإسرائيل وقناعة عند الأمريكان أنه لن يستطيع أن يحقق فبالتالي في أخ فقط طيب خلال ناخد نحنا أنه قدر حقه وقدر صحق غزة وصحق حماس وخلص من الموضوع فعليا شو بدو يصير دغري مباشرة أول شيء بدو يكمل على الضفة الغربية لأنه هلأ أصلاً عم يسحق للضفة الغربية اللي هي عزل ومن الواضح خصوصاً بالأيام الأخيرة أنه موضوع لبنان صار مثلاً بيقولوا مورم على الآخر لأنه زاعج أول مرة بتاريخ إسرائيل بصير للتهجير بصير للضغط بصير هاي المشكلة عندو إياها بشمال فلسطين محتلة اليوم الطريقة الوحيدة لمنع الحرب على لبنان من الإسرائيلي هو أن تنتهي هذه الحرب بعدم صحق الز الطريقة الوحيدة بمنع الحرب على لبنان هي بالطريقة اللي عم يعملها حزب الله في لبنان وهلأ أنا هيدا الموضوع ففسر لك إيه بشكل عميق بس خلينا قبل اليوم اليوم بس السؤال هلأ هيدا عم يقول لك إنه مش عم ينجار نحن عم نمنع الحرب لا السؤال مش هون أول شي في عندك بطبيعة الحال السؤال اللي طرحه أستاذ الياسوى جداً مشروع من قرر إنه يعمل هيك نتنياهو في جيش لبناني بها البلد نتنياهو في جيش لبناني بيحمينا عمارك أول شي صار يا أستاذ أنتوان تذكر بأول لحظة هو هيدا الراعي ومرته اللي نقتره واضح واضح بس اليوم أستاذ حسن نحن عنا قواني اشتباك كانت بالسبطة الصفر واحد بدك خمسين تصريح جواز الإسرائيلي بأول يوم بدك خمسين تصريح بيقولولك لن نقبل مش خمسين كل يوم بيقولولك لن نقبل بوقفه قبل ما تتوقف يا أستاذ أنتوان بعد ما مشت عم يقولك كيف بلشت حتى رئيس الحكومة اليوم رئيس الحكومة صار كمان عم بيقول نفس الشي عم يحكي عمليا هذا ما بيمثل يخي المئاتي رئيس الحكومة بمطرح معين عم يحكي توصيف واقع يعني إذا قام حكي هلا إذا قام حكي هلا قال أنا بقرر وأنا بعمل وأنا بساوي وأنا كذا خلي ما واقع الشعب اللبناني كله بتعرف شو الواقع عزيزي الموضوع كتير واضح اليوم في مأزق عالمي عالمي عم يضغط بمطرح معين لعدم إعلان هزيمة إسرائيل سوريا ليست مقاومة سوريا ليست مقاومة سوريا ليست مقاومة 30 سنة جولين مش ضارب دربي شو عم نحكي أستاذ حسن بدك بدك سأبنا مني رح ألك بس شر ما الأردن الأردن ما عمل شي ومصر ما عمل شي عم نحكي عن أم المقاومين هلأ صرته فريق الأردن حبيبي الأردن اللي أكتر حدا أكتر حدا متضرر من هزيمة غزة أكتر حدا الأردن لأنه باليوم التاني اللي هو عنده بتكوينه 70% فلسطينية اللي حيروح له مليونين اللي عنده وبالتالي حينتهي ماشي الحال الأردن نحنا ما ندفع الأردن ماشي الأردن الأردن اللي بمأزق أخلاقي على فكرة بالداخل مأزق أخلاقي ومأزق إنساني مش عم يعرف شو يعملوا ماشي الحال إجدت مظاهرات إذا حدا شايفها من أربع تيان مظاهرات بالأردن حامل صور أبو عبيدة كلها حامل صور أبو عبيدة ومعروف القوة المخابرات بالأردن وغيره هذا الشخص العمير فع صورة أبو عبيدة بده يتحسب بعد شوية وبده إلى آخر يرغم ذلك العالم كله بهذا الجو هذا الموضوع هذا الموضوع مرتاحين عندهم كهرباء عندهم أكل يخططوا للمستقبل مرتاحين على وضعهم هلأ الكهرباء سبع أكتوبر الكهرباء بغد النظر عم نحكي شوف وصد كهرباء من أساسها وشوف كيف بدك تراجع بهذا الموضوع لنصلحها عندهم أدرا يؤسس عم نقول نحن عندهم مقومات سمود وعندهم أدروا بنيوا اقتصادات سابق نحن أحساب منهم نحن أحساب منهم نحن أحساب منهم هقال لك بشو بشو باقتصادنا نحن أحساب منهم لأنه نحن خلال خلال السنوات ما خلتني ما خلتني بدأ نتركه ما خلتني أول شي نحن بالماضي السنين الماضي اللي وصلت الأمور طبع الكهرباء وطبع هلأ أنت هلأ مش الموضوع هلأ مش الموضوع طبع النفايات نحن أبحثي اليوم لأبعد شي هذا كانت محركة إلى علاقة بالأساس بالأساس معركة محاور معركة محاور وكان مشروع السيطرة على البلد ومشروع الفساد عم يتقاتلوا وعم يلتقوا بأكتر من مطرح وهذا الموضوع إذا ما نجي نشرحه مش هلأ بعد نسعات مش هلأ ولكن بالنتيجة اليوم بالنتيجة نحن هلأ إذا ما نحطينا على مكان تنشال الإيد عنا فيما يتعلق بالنفط فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد النفط تعرف أنت شو اللي ما محدة هدد بيجي بسيرة كريش اليوم بالذات اليوم بالذات ما زالك حكيت أنت بالبداية عن موضوع الحرب الإسرائيلية وكذا والأخري هلأ اليوم بالذات بنفس السياق اللي عم يحكوا فيه الإسرائيلية عم يحكوا عن نقطة النقطة الأولى هو احتمالية حصول 7 أكتوبر أكبر بكتير من لبنان على إسرائيل لذلك عم يحكوا بحرب استباقية بهذا الموضوع والأمر الثاني له علاقة بقصة منصات النفط هنه اللي عم يحكوا هنه بكل الحالات أنا هلأ اللي عم نحكي قدام المشاهدين اللي بنحييهم لن يستطيع الإسرائيل يعمل حرب على لبنان لن يستطيع ولن تحصل حرب على لبنان من إسرائيل لا بل بالعكس زحمة وحملات الوفود الدولية اللي إجت بالمئة وخمسة عشر يوم على لبنان كان كل هدفها أمر واحد أن لا تنفتح الحرب من لبنان على إسرائيل ليس حباً بلبنان إنما خوفاً على إسرائيل لأنه إسرائيل بيعرفوا أنه إذا فتحت حرب من حدا أقوى من حماس بالعسكر وعنده خط الإمداد مفتوح وعنده إمكانية التحرك أوسع بهذا الجو طبع الجيش إسرائيل وفي هذا الجو طبع الدخل الإسرائيلي إسرائيل ممكن تتهدد فعلياً بالسقوط الحقيقي لذلك اليوم لذلك اليوم كل اللبنانية بيصيروا مع ما حيصير أنا لحقول لك لحيصير بالمرحلة القدمية اليوم إذا قدر إشيلها لا أخرى ما حتقدر ترمم أنت هون المشكلة هلأ عم يصير هلأ اليوم المشكلة والمؤذق الأساسي هو أنه الأمريكان اللي هنه رعاة حقيقية الأساسية لموضوع إسرائيل شايفينا أنه صارت بي خطر وخطر جاي على إيد قيادات إسرائيل للأساس النتنياهو أنا قلت من فترة إذا شفت قلت أنا أنه أصلاً اللي بديت خلص من نتنياهو الآن بالمرحلة الجاهنة الأمريكان لأنه فعلياً ما عاشي الحمل موضوع بإطاره الشخصي بإطار المجموعة القيادية اللي معه اللي خايفين على حالهم من بعد نهاية الحرب اللي يفوتوا على السجن عم يكملوا بالحرب وعم يستنسوا فيها الطريقة الوحيدة اللي تمنع فيها توسع هاي الحرب وأنا هون بقول أنه صدق السيد حسن بأول كلام إنه قال أنه هاي الحرب ستربح بالنقاط يعني أنت الإسرائيلي عم تضغط ألي بالداخل عم تضغط ألي بالرأي العام عم تضغط ألي بموضوع البحر الأحمر عم تضغط ألي بالموضوع اللبناني عم تضغط ألي بالمسيارات عم تضغط ألي على القواعد الأمريكية اللي كانت دعمين وكل هاي العملية مع إخفاقات الجيش بغزة ماشي الحال مع الضخايا مع الناس اللي عم يموتوا بأكتر من محل هيدا الموضوع كله سوى لحيوصل لمطرح يوقف الحرب وحيوصل لمطرح ينجبروا غسما عنه نروحوا على وقف إطلاق النار وبالتالي تسويه نحنا هيدا حلنا نحنا الحل الوحيد أنه نحنا بهيك حالي لأنه نحنا عملنا حال الضغط يجوا ويحكوا معنا بتسوية ويقولونا أنه أنتو بلد تستحقوا كله علينا خطر وبالتالي يا خي عملوا بمكان معين شوية رفاهي لهالشعب اللي معطر اللي محشور بمكان مسكني عليك القمكم هلأ نحنا معاش نحكي بشي بس لحتى يعني نقول للناس أنه كان فينا وما كان فينا لش هلأ حزب الله حزب الله هلأ هو إذا قال أنا بدي بطل أعمل شي بهذا الموضوع بتتغير المعادلة ما بيتغير معادلة شي اليوم جابوا لواءين إسرائيليين وجيبوا لواء قولاني استعراض بس لحتى يوهموا الداخل الإسرائيلي بأنه عن جد هني فيهم يفتحوا جبها وأنا عملك من هلأ ما فيهم يفتحوا جبها وعملك أكتر من هيك أنه خلص بلبنان المعادلة بدأت سير مفهومة الحديث الدايم الدايم بوقت فيه هايك مجازل وبوقت فيه هايك حالة إنسانية مش مقبولة أبدا عن هيدا الموضوع اللي بمكان معين بمكان ما بشكل غير مباشر بيساعد إسرائيل أو بيخدم إسرائيل مش مقبول أستاذ اليس هل المعارضة في صدد خطوة ما يعني المعارضة بالسنوات الأخيرة ليس في يدها أو لا تعلن أو لا تظهر أو شو ما بدك سميها إلا أنه بتقول لا وتضع خلانش بدش قول عقبات بدقول تصعيب الأمور على الفريق الحاكم أول شيء اليوم ما في فريق حاكم حاكم اليوم في حكومة تصريف أعمال في فريق حاكم مستقيل فريق الحاكم هو دمرت كل المنظومة كل إذا بدك مؤسسات دولة في باية مؤسسة متمولة بلسان أمينة العام ممولة ومدعومة من إيران بشعطة الجيش وعمل أجهزة أمنية الجيش يلي هلأ سرد سرد واقعي على عشرة آياء ما جبت سيرت الجيش أنا بالنسبة لأيلي ما حدا بيحميني إلا الجيش لبناني لا بدي حزب الله ولا بدي حدا تاني يحميني الجيش عامل تنسيق عامل تنسيق المطارح بدك تسمح لي مطرح المطارح عم نشوف مسرحية طويلة عريضة بكل المنطقة بكل المنطقة عندك اليوم شو يعني أوائد اشتباه مين قرر أوائد الاشتباه صار له فيه سبب لوجود حزب الله مبارح نعمل حلقة كتير حلوة من زميلتك نبيلة على الام تي في حكيت عن الوثيقة اللي طلعت بالخمسة وثمين وعن خمسة وثمين خمسة وثمين غير في الرسالة بتحكي عن سبب وجود حزب الله اليوم بكل بكل الخطابات وبيكل إذا بدك العم الاستراتيجي إزالة إسرائيل مسمعها من المسؤولين الإيرانيين كانوا عسكريين أو سياسيين مسمعها من حزب الله إزالة إسرائيل إجا سبعة سبعة أكتوبر يمكن إذا في لحظة معين ينطر حزب الله هي هاللحظة ما صار شي لكن إذا بهاللحظة الأساسية اللي نطرها حزب الله صار له أربعين سنة إذا ما صار شي عمليا يعني هذا السلاح مش لإزالة إسرائيل من الوجود ومش لتسليح مش لتحرير فلسطين ماذا بدك يعمل استعمل استعمل هذا السلاح على الداخل مثل ما مفتحت من غزة ما بده يفتح جبه لا مش هو بيقرر إذا بيفتح جبه جبه من أرض خي نحن نحن شركة فيها الجنوب منه لحزب الله والشوارع اللي عم بيقصف منه حزب الله منه لحزب الله وضيع إلى ناسا أحكي على كلامك أحكي على كلامك أحكي على كلامك لا بس أنا عم قل له بمحل عم قل له شو المطلوب بس بس خليني بس لأنه هيدا هيدا موضوع وصلنا فيه وصلنا لمحل كمان عم ندفع عم ندفع مرة جديدة وتعلمنا منه استيس حسن مرة جديدة الشعب اللبناني بده يدفع حرب الآخرين على أرضه أو خلق منصة من لبنان لتحرير بلد تاني بغد النظر عن أحقيقية القضية برجع بقول كل الدعم الإنساني واللوجيستي والسياسي والديبلوماسي قد ما بدك عمله بس انتجي تعرض ولادي ولادك ولاد الناس اللي عم بتموت وعم تروح أنه ما فينا كمان نحن نحط حالنا بموقع استكباري وأنه نحن أن العالم كله هلأ ناطرة يجي يقولنا دخيلك ونمضو معنا وكفاتوا على الضحية قتلوا العروري عن شو عم نحكي نحن كمان بدنا نتطلع بالأمور يعني هيدا استباحة للسيادة أكتر من هيك ما فيه طب كلها العضلات اللي فرجينيهم إذا مش قدرين نفرجيهم بهالمعركة لكن هيدا هيدا اللي يحصر مثله مثل غير أحزائي بديو يتسلم للدولة مثل مصار بالـ 15-55 سؤال يعني دايما نشوف نحن قداء إسرائيل محروجة تجاه المئة ألف إسرائيل الموجودين بالشمال بتشير الأحصاءات وأنه فيه مئة ألف جنوبة أيضا كمان عم بعانوا ظروف صعبة طيب وليش ولا مرة بيفرق مع المقاومة أو مع حزب الله أو المقاومات كلها اللي توالد ميلتها دايما منبسط أنه أحرجنا الإسرائيل تجاه شعبه ليك هجرناهم ليك عم يضغطوا عليه ليك مش قادرين يبقوا بقى بس نحن بالمقابل عنا سبعين ألف أو مئة ألف يوازون المهجرين لماذا لنأخذهم بالأعتبار أستاذ أنتوان عزيزنا يعني أوعى يصير في عنا انفصام بالوقت عن التاريخ والماضي يعني القصة مع إسرائيل القصة يعني بدمنا وبعواطفنا وبمشاعرنا وبتاريخنا قصة مستمرة ودائمة وعننا خبرة بإسرائيل إسرائيل ما بتفهم بشي إلو علاقة بحكي وتفاوض وقرارات دولية وغيره هيا مش أول مرة بسير في تهجير بجنوب في آلاف المرات آلاف المرات المقاومة بالألفين وستة هي اللي دفعت الإيواء وترجيع الناس على بيوتها وإعادة الإعمار الجزء الأساسي الأكبر لا مش مزبوط مش مزبوط بلد قطر بس عفوا بس عفوا عفوا فضل فضل مش مزبوط خليلي أسحب دعم عفوا 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 شكرا قطر وصلت على المقورة هيكون شكرا قطر من اللي قال شكرا قطر حبيبي أنا عم بحكي عن شي أنا بعرفوه وبعرف عن شي صار اللي دفع واللي إجا واللي كذا بيّن إنه هاي الـ 11 مليار الطائرين ما حدانش سألوا فيهم لفؤاد السانيورة لحد دل أو تسكر الملف أنا عم بحكيك عن الإيواء الحقيقي اللي تم إعلانه للناس واللي تم استئجار بيوت لألون وبعدين عمار لألون بعدين أكيدة إجا المصاري اللي عمرت الجزء الكبير بين مدارس جبل لبنان كل نحن استقبلنا كل الناس كمعنا على راسي هذا موضوع تاني لا لا مش عم بحكي عن هاي عزيزي نهار السبت والأحد نهار الجمعة توقع السبتاشة السفر واحد نهار الجمعة نهار التانين كان يوم تنفيذه نهار التانين بس رجعت العالم على البيوت المدمرة وعلى الكذا شو صار هون نقطة شو صار خلينا نرجع مين العمل الإيواء للموضوع هو هاي نقطة الأساس خلينا نجع ليش الإنسان غالب إسرائيل ولا قيمة له في لبنان هون أغلب كتير إنسان هيدا الإنسان بلبنان اللي قدر عم يحقق هاي المنعة واللي أنا مصر مثل ما حكيت بالجزء الأول نحن الطريقة الوحيدة لمنع الحرب على لبنان هو اللي عم يسير هلأ لبنان كان ممكن يكون عرضة للحرب بسهولة بسهولة لو ما في خشي إسرائيلية من إنه إسرائيل بتتعزى وإنه إسرائيل بيصير عليها خطر صدقني إسرائيل ما بتفهم إلا بالقوة ما بتفهم إلا بالردع إسرائيل اللي بتيجي بتأزيك قالت ضربة الضاحية عم تشوف أنت الإسرائيلي شو عم ينضرب عندهم أنت شفت هيد القاعدة التبع التجسس لانضربة من ثلاثة أيام نحن شفنا التقارير إنه في 200 واحد ميتين بلبنان وفي 13 ميتين بإسرائيل مظبوطة التقارير يا حبيبي لماذا تقارير غزة مظبوطة إنه ميتين عسكري إذا أنت مش مظبوطة تقارير غزة تقارير غزة مش مظبوطة وهلأ كل اللي رجع أنت الصحافة الإسرائيلية الداخلية كلها عم تنقض هذا الموضوع بإسرائيل حبيبي بس في 551 عموا بالجيش عموا صاروا عميين إذا بدي أقل لك قديش اللي صار في عندهم معاقين وصاروا خارج الخدمة وكذا أكبر بكثير من الأرام اللي عمي حكي عنا هلأ مش هذا الموضوع الموضوع نحن شو مصلحتنا نحن مصلحتنا إنه نعمل شي نمنع سقوط غزة ولا مصلحتنا أنه تسقوط غزة على المستوى استراتيجي للبنان اللي بدي يفكر بالموضوع السيادي بدي يفكر بالموضوع اللبناني بدي يفكر على دفع الخطر عن لبنان الآن وغدا بس من يحدد هذا الأمر نرجع بتحدده بدولة موجودة دولة منا موجودة يا عزيز ما في دولة يا سيدنا مين الدولة يا خي دولة ما في دولة ما في نحن يعني مختلفين ما هلا حكي عن القضاء ما هو وضع الدولة إذا في قضاء ما نحن عمل الدولة لأنه مش من هلا سيد الطيوني دك يا عزيزي من هدد القضاء بألف فسعى العدل لموضوع تحية الملفة يا عزيزي من جالوا للفخور من المحكم العسكرية أقدم سؤال الحكومي بهذا الموضوع أنا ما كنت مستقيل من وراء التفجير أنا ما بعرف كيف طلع من الهليكوبتر من عوكر وفال بدك تسأل اللي سمح له يطلع من رئيس المحكمة هل مين طلع لمصلحة مين من الحاكم بالقضاء اخر شي بيمشي الحار عوكر طبعاً مين بيطيح لأمرة الصلاحية بس مين بيطيحها مين ينفذ لأوامرة يا عزيزي هني ينفذ أوامرة عوكر خليلي شوف كيف اتخذ القرارب نحكي من عسكري ايو روح شوف كيف اتخذ القرارب نحكي من عسكري أنا بدي أنا أقولك أنت هلأ أقدم سؤال الحكومي شرحيننا بالضبط كيف تم اتخاذ القرارب حداً من فريق الممينعة أقدم سؤال الحكومي أو كيف يبدو منصفها لا لا هني يمكن موافقين أنت معطلت قدي قدي ميخيب أنت عام تقول أنه هالقصة مش معبولي أنا بس بقدر بقدر مش معبولي بس خلس الفكرة خلس الفكرة خلس الفكرة اليوم اليوم آخر شي بدنا نعرف أنه هاي الحرب اللي صايرة هاي حرب يعني العالم كله منغمس فيها كل العالم منغمس فيها قعد تفكر في حدا بش منغمس فيها وانت في لبنان إذا بدك تضلك تقول هذا الموضوع اليوم نحن فتنا على قلب الحرب شوف شو اللي يفيدك إذا هلأ بفيد هيدا الحكي قل لي أنا لحتى نمشي مما حدا سأل أنا مع مصلحة حدا سأل لبنان حدا يا خي هلأ يا أستاذ حسن حدا سأل لك أنت شخصيا أنت كمواطن أنت كمواطن هلأ شو مصلحتك أنت مصلحتك بلدك بلدك إنه ما ينضرب خي ماشي ما قدكش أول شي تعيش أو شي ما تعيش بعدين حتى تقول كيف بتعيش بس أكيد إذا نحن على حرب ما منعيش بس إنه بالنتيجة هلأ نحن شبه عايشين يعني ماشي عايشين بس آخر شي بالموضوع إذا ما حطينا الموضوع بمحله وبحجمه والمعركة بحجمه وبمحله والدور بهذا الأمر اللي عم يسير من خلال لبنان بالجو الموجود في لبنان نكون عن نحكي برات الموضوع خلا نحكي بصلب الموضوع ونكون واقعيين حكي للناس شي تاني يعني حكي هذا هذا الحقيقة بس بالنهاية لنكون لبنان قوي لنقال شغلك نهم نحكي عاشي أهم شي أهم شي بعتقد بينقال بهالحلقة أصر تمددت الحلقة عاشر قدنا شي دي تاني بس نحكي تنددت عشرة بقش فيها كيف لبنان بيكون قوي كيف منكون قوي أكيد مش إنه يكون مقصوم بأن الناس بدي حرب وناس ما بدي حرب أكيد إذا كنا كلنا وراء الجيش اللبناني وبيقرار بيقرار رسم مين مانع هو اللي بي ما فيه سلطة سياسية اليوم بسلح الجيش اللبناني عم بيسلحوا الجيش اللبناني ليش الجيش اللبناني عندك شك بقدراته يخيي الجيش اللبناني فيه نزل أف 16 ليش حزب الله فيه نزل ألف 16 لا نحن لنشوف إذا 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 إحتدمت المعركة لا نشوف بدي بس في يدرب برجي بالبحر لازم 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 نعملهم هون ونزل نعطيهم الجيش اللبناني نجيب ليهم يعطي يون حزب الله إذا تسمح لي بس لأنه صار شغل بعد دي بس كل التقدير والدعم وإذا بدك من شد عقيده للبترك الراعي يلي عم بيتعرض مثل ما تعرض رئيس حزب الكتائب لأبشع حملات التشويه والتخوين وتعرف شو ما يصير بتروح بتصير من مصاف العملاء وهذا الشي بعيد كل البعد عن صرح أو مؤومة أو روحية صار لألف وستمائة سنة لا هلأ ولا بعدين رح يجو يردون أو يخوفون عن المواقع الدينية العليا وبكركي إلى عندي تأدير خاص جدا أنا عندي بس كان ملاحظتين بهذا الموضوع كنت ما بحب أنه البترك يعني يكون فيه ينقل شكوى الناس ونقل شكوى الناس لا لا مش عن هاي أنا عندي كان اعتراض على موضوع المطران اللي راح حضر مع الرئيس الإسرائيلي هذا أنا كنت بدي موقف كنت من البترك بهذا الموضوع وقصة ثقافة الموت هذا الحكي عن ثقافة الموت بهذه الطريقة كان مش مزبوطة يعني عمين عطب برا الرأيه عمين عبر عن رأيك عمين بدكي أنا عم بيحكي أنتك بموقع بموقع يعني أنت بتتحمل يعني أنت بتعرف مسوقة القصة طبع ثقافة الحياة وثقافة الموت مسوقة بالسياسة كيف شكلها هي حقيقة بس وشو معروف هي حقيقة وهو يا أستاذ الياس يا حبيبي آخر شيء آخر شيء يعني مبرر يا عزيزي في شريحة كبيرة بلبنان طويلة عريضة ليش أنت مصر تخدش لوجدانا ليش كمان أبحترم رأيك وسلم أنه أنت أيدت هذه الأسائل يعني شو أيدت التهجمات اللي صارت التهجمات اللي صارت ألا أكيد أكيد لا أحدا أحدا عاقل بأي هكش لا هذا محسوم أنت لك عندي اقترام للمواقع خصوصا بكركي ولكن كان مفروض هالقصة ما تصير شكرا أستاذ سلياس لحلولك ضيف على اليوم أستاذ حسن يعقوب أهلا بك مشاهدي أب تي في أشكر لكم للمتابعة وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأم تي في وعلى mtv.com.lb إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر